إلى أن جاءت من طرف خالد نزار حقيقة يخرج ذلك المدون الصغير الذي لا يعنيني شخصه ولا أموره الشخصية ولا أي شيء فيه هذا كله لا يعنيني ما يعنيني ذلك الكلام الذي ورد على لسانه ووجه فيه اتهامات لتبون بتصفية القيد صالح النقطة الأولى وهي موت أو مقتل قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قيد صالح النقطة الثانية هي بخصوص مؤسسة التليفزيون الجزائي أحمد قيد صالح توفي نتيجة ذبحة صدرية الذبحة الصدرية هذه جاءت نتيجة الويسام الذي هو وسام الصدر نعم وسام الصدر الذي أهداه أبو مجيد تبون لأحمد قيد صالح سبب لقيد صالح ذبحة صدرية وانسداد في الشرايين شرايين القلب أدت إلى الوفاة في ظروف سأتكلم عنها بالتفصيل في فيديو قادم بإذن الله وقد قدمنا كل الأدلة التي تثبت بأن هذا الكلام لم يصدر من عنده بل من عند خالد نزار وخالد نزار التقاه وقال له أمور وقال له تحدث عليها والمعطيات كلها وهو الذي نشرها بنفسه أنه على تواصل دائم مع خالد نزار وابنه لطفي المهم النقاش تعنا هذي تصرح ليبيا غضوة إن شاء الله باش نتكلم عليه للشعب لا لا لو تخلم عليه مع ليه خلاص أوك أوك اتفقنا إذن كان لو نلبس عنه ويضعك آه وإنو أنا صهرانين كنا صهرانين أشاء والصهراء وصلنا وجديد هوجيكم ناسم نعم بل رغم أنني تكلم تقريبا ما نقولش يوميا لكن على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع نتكلم مع لواء خالد نزار لواء المتقاد لكن بعدما تحدثنا عن هذا الأمر خرج هذا المدون الصغير وحاول أن يبرر كلامه رغم أنه اتهام صريح وواضح وبين بغض النظر عن القصة فزاد أكدها مرة أخرى ولكن أراد تبريرها بقصة نفسية ووهمية لم يهضمها أحد حتى من المناصرين له وأطرحاته وما ينشره عبر شبكات تواصل الاجتماعي غير مهضومة مطلقا أنه فرحت القيد صالح لأنه بسبب وسام الصدر أنه فرحت أثر وتألم مات كلام فارغ لا يقوله عاقل ولا يحكيه أي إنسان لديه نوع من الوعي أنه قالوا لي يتكلم على أنه بن سديره قال بلي سبب موت القيد صالح هو وسام الصدر أنه تبون نعم صحيح وقال بلي بن سديره يقول بلي تبون هو يقتل القيد صالح نعم تبون هو يقتل القيد صالح المهم هذا التبرير غير مقبول أساسا لكن رواية أنه حكاية أنه مات بويسام الصدر أيضا راهي رمز فقط وأنا أجزم لكم بأنه خالد نزار هو الذي أوحى لهذا المدون الصغير بأنه يقول هذا الكلام وهذا الكلام فيه لغز فيه رمزية يفهمها أصحاب القرار في الجزائر هي من طرف خالد نزار وطبعا معناها أنه تصفية راهي حدثت ترتبط ربما بالانتخابات الرئاسية أو أنه الأمر هذا حدث في اليوم الاحتفال وأداء القسم في ذلك اليوم بالضبط حيث تمت تنفيذ خطة تصفية الجايد صالح عن طريق شيء قدم له وما إلى ذلك ولكن قصة الويسام هذه راهي فقط لغز ورمز وتعبير مجازي فقط قدمه خالد نزار إلى تبون شنجريحة ومن معه طبعا هذا الابتزاز تحدثنا عنه كثيرا أفضى إلى عودة خالد نزار على متن طائرة رئاسية ورجعت كل الأمور على ما يرام توفيق خرج الضباط انتواهم كل رجعوا العصابة رجعت بقوة والصف الآخر اللي كان يسجن في هذه الجماعة توفيق وكذا كلهم تمت تخلص منهم بطرق مختلفة وما زالت العملية متواصلة فقد شملت الجنرالات وبعد ذلك هبتوا العقداء وراهم ينزلوا لضباط وصف الضباط وشفنا حتى صف الضباط بونويرا اللي هرب إلى تركيا وبعد تم استلامه بانتصال هاتف قام به تبون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترجمة نانسي قنقر